السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتم طيبين هنفرز الملوخية ده وقتها طبعا هي حلوة جدا وكمان هنفرز ورق العنب الملوخية هفرزها معاكم بطريقة مضمونة 100% بقالي سنين معتمدها من غير ما تسود منك ولا تبوز منك وتقعد معاك سنة كاملة خضرة زي ما هي وبطريقة سهلة جدا كل اللي انت هتعمليه انك هتحطيها في الكيس وتسيبيها ان شاء الله سنة هتطلع معاك زي الفل خليكي معايا لاخر الفيديو وياريت لو اول مرة بتشوف القناة تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد شايفين بقى انا طلعت الملوخية برا المطبخ علشان هي كمية جبيرة جدا اخدت السفرة كلها ماشاء الله علشان اعرف اقطب بسرعة وبرحتي تمام تمام دخلت بعد كده بعد ما خلصت الملوخية على الحود غسلت الملوخية طبعا بخسلها لغاية ما الميا بتبقى معايا تماما بيضة ونضيفة تلات مرات اربع مرات واول مرة بشتفها كده وبقلب الميا وبعدين بخسلها تاني مرة بميا وخل وبعدين بشتفها مرتين تلاتة بعدها لغاية ما بتبقى معايا الميا زي الفل تمام مهم جدا غسيل الملوخية على فكرة من الحاجات المهمة جدا طيب بعد كده جبت كده ملاقي عندي يعني ملاش استخدام للبيت تمام خليها برضو للمطبخ فرشتها كده وحطت الملوخية بتاعتي فيها طبعا في دلوقتي من شافت الخضار والملوخية بتبقى بلاستك كده دوارة بتلف لو عندك طبعا تعملي فيها على طول تبقى سهل واحسن لو الكمية عندك قليلة ممكن على فوتة مطبخ تحطيها تنشف او في مصفة بس طبعا الكمية عندي كبيرة المصفة مش هتكفي فكل اللي انا بعمله وبخسلها وبعدين بصفيها في المصفة شوية وبعدين بفردها على الملاية لغاية ما المية تنشف منها وبعد كده بجيب اكياس التلاجة وبعبي على قد استخدامي طبعا كل واحد بيعبي على قد استخدامه المهم ان هي ما تكونش كتير في الكيسة لان انا هفرزها كده في الكيس وعشان لما اجا طلعها وكسر منها تتكسر معايا بكل سهولة لو كمية كبيرة في الكيس ومكببة قوي او تخينة قوي يعني هتتعبك وانتي بتكسريها تمام المهم ما تحطيش كمية كبيرة والمهم ان ما يكونش فيها ولا نقطة مية الطريقة دي انا والله والله بس نعملها بقالي سنين ومعتمدها ومريحاني وحلوة جدا حلوة جدا في ايه ان هي ولا بتسود ولا بتبوز الملوخية اللي ما تخرطها ما بتبقاش مضمونة مية في المية تمام في الشركات طبعا بيحطوا لها مواد حفظة بيحفظوها احنا هنا في البيت ما بيبقاش عندنا مواد حفظة فيه ناس بتبوز منها وفيه ناس بتنجح معيها فادمن طريقة انك تشيليها ورق ولما تطلعيها تخرطيها هفرزها بالشكل ده ونشوفها مع بعض آآ ساعة التحضير طيب جيت هنا الورق العنب ورق العنب بصوا رصاص ده في الفريزر ايه الجمال ده طبعا مش هفرزه كده بالطريقة دي يبص طبعا لازم نكيسه الاول يا ريت لو وصلت لغاية هنا هتحطي لايك للفيديو لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي في القناة علشان يوصل لكل جديد عايز اقولك ورق العنب ايامه الايام دي تنك تفرزي انا الفيديو ده عندي من اسبوع بس معرفتش هنزله فمعلش بقى هو اتأخر فيادوبك انك تجيبي ورق العنب لان ورق العنب دلوقتي بيبقى طري وناعم وكله مية تمام بعد شوية مش هتلاقي ورق العنب بيبقى حاجة تانية تقريبا ورق توت او حاجة تانية بيبقى ناشف يعني بصي هنا الورقة نعمة وجميلة ازاي كل اللي انا بعمله ان انا بقطف ورق العنب بشيل العنقود بتاعه بس وبعد كده بجيب البلاستيك راب وبفرزه بالطريقة دي بحطه في الورق في البلاستيك راب وبلفه رول وبشيله بيقعد عندي ان شاء الله سنة بطلعه بصلقه بسيبه يفك فكة بسيطة خالص يعني عشر دقايق بس وبعدين بحطه في المية المغلية عليها زيت وشوية من الخل او نصف عصرة ليمونة وشوية ملح وبيبقى معي كأنه طازة وهو بيتسلق كده بتشم ريحة ورق العنب بيتطازة وبيبقى زي الفل طيب فيه طريقة تانية ان ممكن تعبيفك في اكياس لو معندكش بلاستيك راب بس لو حطتي حاجة على الاكياس هيكسر منك بيبقى عايز درجل واحد ومتحطيش فوق اي حاجة فالطريقة دي ما بتاخدش مساحة في الفريزر ومش بيتكسر منك لو قاعد حتى سنة بتطلعي بتلاقيه سليم زي ما هو ده كده بالنسبة الورق العنب دي انجح واحسن طريقة برضو والله بقى لي سنين بستعملها ومريحاني جدا ورق العنب بقى لي سنين بقى لي اكتر من خمس سنين بستعمله والملوخية بقى لي اكتر من خمس سنين بستعملها بالطريقة دي ومريحاني جدا ومعتمدها ومش بغيرها مش بغير طريقتي في التفريز بتاع الملوخية ولا ورق العنب طيب هنا كده تاني يوم انا طلعت الملوخية اهيمة جمدة هعملها طبعا عملي قدامكم تمام بصي لو هي مش عايزة تتكسر معيك بحرف السكينة كده هتتكسر معيك بكل سهولة بنجيب الكبة وبنحطها في الكبة تمام وطبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزها بصي طالعة من الفريزر خضرة وجميلة ازاي لو قاعدت سنة هتطلعيها بنفس الشكل ده تمام تمام كده تمام كده هتحمها بس في الكبة بتبقى معاملة معي زي البودر ما بتبقاش بقى عشان هي متلجة تمام فبتبقى زي البودر هتشوفوها دلوقتي معي وبنحطها في الحلة وبنحط طبعا عليها كمية الشربة المناسبة لها بصي خضرة وجميلة وهي طبعا متلجة وزي البودر طبعا ما ينفعش تطلعيها من الفريزر وتسيبيها تفك وبعدين تعمليها في الكبة لأ لازم وهي متلجة يعني انا بطلعها حالا وقت ما بطلعها بجيب الكبة وبحطها فيها وبفرومها على طول ما ينفعش تسيبيها تسود تفك لو فكت هتسود تمام طبعا دي خطوة مهمة جدا خد بالك منها اوعي تسيبيها تفك عشان لو فكت هتسود منك لازم وهي متلجة كده بتطلعيها يعني انت بتطلعيها وقت الاستخدام على طول ما تطلعهاش وتركنيها برا لغاية ما تسلق الفراخ او او مثلا تسلق اللحم عشان تخدي الشربة بتاعتها لأ خلاص كده حطتها في الحلة وبعد كده هنزل عليها بكمية الشربة المناسبة وطبعا القوام اللي انت تفضليه لان فيه ناس بيحبوا الملوخية تقيلة شوية وفيه ناس بيحبوها خفيفة شوية تمام كده فطبعا الكمية المناسبة القوام المناسب لكي انت بتعمليه خلاص كده انا بعد ما انا حزبط القوام بتاعها لو احتاجت شربة تاني هحطت لها لو محتاجتش خلاص وبعد كده هعمل لها التقلية بتاعتها طبعا التقلية بتاعت الملوخية طبعا يعني لو انت عندك سمنة بلدي وعايزة تجربية تشوفيها حلوة ولا لأ بتبان في تقلية الملوخية تمام هناخد كده حوالي معلقتين كبار من السمنة البلدي وعليهم بقى حوالي راس طوم كده بس انا الطوم عندي متفرز فهتشوفوا معي هتلاقوا يعني مش راس طوم فرش يعني بس كأنه فرش بصي ابيض زي ما هو بيقعد معي من السنة للسنة وطريقة الطوم انا عاملها على القناة اللي حابب يقولي في التعليقات وممكن ما سيب له اللينك في صندوق الوصف بتاع فيديو الطوم تمام طبعا السمنة البلدي لو انت شك فيها بتبر حتها في تقلية الملوخية بتقلب الدنيا تمام عشان تعرفي هي نوع كويس ولا لأ اه بعد كده طبعا ما ينفعش التوم بتاعنا يحمر علشان بيمرر اه او ياخد اللون البني ما ينفعش خالص هو يدوبك بس اول ما لونه يبقى دهبي اه بنفضيه على الملوخية طبعا انا حطيت ايه انا حطيت كسبرة ناشفة وطبعا الشربة بتاعتي متتبلة وفيها كل حاجة وممكن بنزود شوية ملح للتوم بس التوم بتاعي انا كنت مفرزاه فكان فيه ملحة اصلا تمام فلو هو فرش عندك زودي شوية ملح تبلي التوم يعني بملح وفلفل اصمر وشوية من الكسبرة الناشفة فخلاص كده انا هنزل اه بالتوم بتاعي على الملوخية بس الملوخية خضرة وجميلة ازاي ابتدت تغلي اهي معيه اه بنزل التقليب بتاعت التوم وبخليها تغلي غلوة واحدة وبطفي عليها النار ما بخليها اش تغلي اكتر من كده تمام علشان بقى ولا تسقط منك ولا لونها يغمع كتر الغلايان بيخلي لونها يغمع خلاص هي غلوة واحدة خلاص كده وتقريبا انا كده طفيت عليها النار وبصي بقى الجمال بصي الحلاوة ايه رأيك ايه رأيكم يا بنات في الجمال والحلاويات شايفين كوام الملوخية في كمان ملحوظة مهمة عشان الملوخية تطلع معاكي حلوة كده آآ ما فهاش آآ يعني ما تبقاش متماسكة جامد او وانت بتفضيها تبقى كده زي بتاعة افخم او اكبر المحلات آآ لازم ما تقطعاش بالعنقود بتاعها تمام الملوخية ما تقطفاش بالعنقود بتاعها تقطفي الورق بس بصي الجمال ايه رأيك حطي لايك للفيديو لو اول مرة بتشوف القناة ياريت تشتركي في القناة ياريت تكتبي لي رأيك ايه في التعليقات وبشكر جدا كل متابعيني الجداد وبشكر جدا كل اللي بيكتبوا لي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته